تراميات سنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية سنقوم بحلهم معا الترامي الأول اكتب يجب أن أو لا يجب أن في المكان المناسب اتلفظ بكلام بادئ احافظ على تجهيزات القسم اشويش على زملاء داخل القسم انجز واجباتي واراجع دروس اذا اما اكتب يجب أن أو لا يجب أن اتلفظ بكلام بادئ احسنتم لا يجب أن اتلفظ لا يجب ان اتلفظ بكلام بادئ كلام بادئ ليس جيد احافظ على تجهيزات القسم احسنتم يجب أن احافظ يجب ان احافظ يجب ان احافظ على تجهيزات القسم الأشياء الموجودة في القسم يجب أن أحافظ عليها أشويش على زملائي داخل القسم لما إلا ما يكون في القسم أزعج زملائي تصرف خاطئ إذن لا يجب أن أشويش لا يجب ممنوع لا يجب أن أشويش على زملائي داخل القسم أخيرا أنجز واجباتي وأراجع دروسي هل يجب أن أنجز أم لا يجب أن أنجز أحسنتم يجب أن أنجز يجب أن أنجز إذن لا يجب أن أطلب فضل بكلام بديل لا يجب أن أشويش على زملائي داخل القسم لكن يجب أن أحافظ على تجهز القسم ويجب أن أنجز واجباتي وأراجع دروسي كل يوم نتقل إلى التمرين الثاني أضع عبارة تصرف ساليب أو تصرف غير ساليم تصرف ساليم عن تصرف صحيح تصرف غير ساليم عن تصرف خاطئ أنتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة أنتقل بين الصفوف داخل القسم أكتب على جدران القسم لا أكتب دروسي أبدا أحرص على نظافة القسم دوما إذا كان تصرف ساليم أنتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة أحسد تصرف ساليم يجب أن أنتبه إلى شرح المعلم أو المعلمة تصرف ساليم ثانياً أنتقل بين الصفوف داخل القسم داخل القسم أتحرك في القسم في القسم يجب أن أنتبه إلى المعلمة أجلس في مكاني إذن أتنقل بين الصفوف تصرف خاطئ أكتب تصرف غير ساديم واصل أكتب على جدران القسم جدران القسم أكتب عليه تصرف خاطئ إذن تصرف غير ساديم تصرف غير ساديم واصل لا أكتب دروسي أبدا أذهب إلى القسم ولا أكتب دروسي تصرف خاطئ يجب كتابة دروس إذن تصرف جيد غير ساديم تصرف غير ساديم واصل أحرص على نظافة القسم دوما أحرص على نظافة القسم هو تصرف ساديم تصرف ساديم نراجع تصرف ساديم مواجب أفهمها جيدا ثم أضع صحيح أو خاطئ أكل في القسم أكتب على الطاولة أكتب على الطاولة تصرف خاطئ أحسنتم خطئ أشارك بهدوء وأنتظر دوري في القسم أشارك بهدوء وأنتظر دوري أحسنتم صحيح أساهم في تزيين قسمي أشارك في تزيين قسمي جيد صحيح أنام في القسم أحسنتم خطأ في القسم أنتبه للمعلمة ولا أنام خطأ إذا العبارة الصحيحة هي أشارك بهدوء وأنتظر دوري في القسم أساهم في تزيين القسم والأشياء الممنوعة هي لا أكل في القسم ولا أكتب على الطاولة ولا أنام في القسم كلها تصرفات أكون في القسم أكتب على الطاولة أنام في القسم كلها تصرفات خاطئة ننتقل إلى الوضع الإدماجية فست في القسم وتم اختيارك كمندوب صف لأمك طريقة انتخابك مرتبا إليها من واحد إلى خمسة فرز الأصوات وضع الأصوات داخل الصندوق إعلان النتائج إجراء الترشيحات اختيار المرشح مرشح في مكان معزول لدينا خمس مراحل فست في القسم وتم اختيارك كمندوب تلميذ هذا فاز في القسم فاز واختيارك كمندوب أراد أن نشرح لأمه ما هي المراحل التي مر عليها حتى اختيارك كمندوب لكي يختار تلميذ كمندوب الشيء الأول هو تعيين المترشحين مثل لدينا 3 تلميذ كلهم مرشحين لكي أحد منهم يصبح مندوب للقسم لكي يصير مندوب يفوز أو يختارونه كمندوب للقسم يجب أن يترشح إذا العملية الأولى هي أحسنتم إجراء الترشيحات إجراء الترشيحات يجب تعيين من هم التلميذ المرشحين الذين سوف نختار منهم واحد ليكون مندوب إذا إجراء الترشيحات بعدما نجري الترشيحات نختار الذين مؤهلين لكي يكونوا مندوبين للقسم على التلميذ الآخرين أن يختاروا كل واحد منهم يختار مندوب بعد يختار رقم واحد الآخر يختار اثنين كل التلميذ يختار ما يريد الآخر يختار المرشح في مكان مأسو كل التلميذ يختار أحد المرشحين ثم بعدما يختار على شكل ورقة يختار فيها رقم اثنين يضع تلك الورقة في الصندوق وضع الأصوات داخل الصندوق ثلاثة إذا أولا إجراء الترشيحات نختار مرشحين ثم كل التلميذ يختار أحد المرشحين اختيار أحد المرشحين نضع ذلك الاختيار في الصندوق ثلاثة بعدما ننتهي كل تلميذ اختار المرشح الذي يفضلونه نفرز الأصوات معناه نجمع كل تلميذ هذا المرشح كم تحصل من صوت هذا كم تحصل العملية يسموها فرز الأصوات فرز الأضر معناه كل مترشح كم تحصل من صوت ثلاثة بعدما نعرف أنه كم تحصل لها واحد وكما تحصل لها ثلاثة نقوم بتحصل النتائج من الذي فاز في الانتخاب خمسة يعلم النتائج إذا المرحلة الأولى هي اختيار المرشحين اختيار الترشيحات نختار منهم المترشحين ثم التلميذ الأخرين يختارون أحد المترشحين يضعون اختيارهم في صندوق ثم نفرز الأصوات نحسب الأصوات النتائج ونعلم النتائج معناه من هو الفائز هذه مراحل لاختيار مندوب القسم نريد قراءاتهم بالترشيحات اجراء الترشيحات اختيار المرشح في مكان مأزول وضع الأصوات داخل الصندوق فرز الأصوات وآخراً إعلان النتائج معناه إعلان من هو الفائز وهكذا شرح تلميذ لأمه ما هي المراحل التي مرع عليها لكي يختارونه كمندوب للقسم وأكد انتهينا من حل اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارك ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم